السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد بداية فقد كشف رئيس النقابة الوطنية لمهني الصحة السيد إلياس مرابط على أن الجزائر تشهد حاليا تراجعا كبير في عدد إصابات اليومية بكورونا وفي هذا السياح فقد أكد أيضا أن المنحن الوبائي في الجزائر في تراجع متواصل مضيفا أنه إذا واصل التراجع بنفس الوطيرة هذا الأسبوع فستكون الجزائر قد تخطط الموجة الرابعة رسميا حسب ما جاء في تصريحاته لإذاعة طيف وكما أكد أيضا وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد بالأمس أن آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية في مختلف ولايات الوطن قد أظهرت حالة من الاستقرار في عدد الإصابات الجديدة وبالتالي التحكم في الضغط الذي عرفته مختلف المؤسسات الصحية من حيث عمليات الفحص والكشف وكما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الموجة هي آخر الموجات التي يتم تجيلها من فيروس كورونا ومنه العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات وبالتالي عودة الحياة الطبيعية في أقرب الأجال ترجمة نانسي قنقر